أنا عايزة أروح لحياة كريمة حياة كريمة الحقيقة كل يوم بتقدم خطوة جديدة على الأرض وبتساعد بشكل كبير جداً المؤسسات والحكومة والأهم المواطن المصري جهود حياة كريمة في العمل الإنساني لا حدودة لها حيث أنها كمان وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول البروتوكول ده بيقول إيه؟ هو تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بهدف توحيد جهود الدولة الساعية للتخفيف عن كامل المواطنين وهنا نقف يعني معناها أن حياة كريمة هتساعد المواطن بأنه أي مواطن عنده محتاج حالته الصحية أو محتاج شيء معينة محتاج عملية محتاج كشف بحاجة معينة هيقدر من خلال حياة كريمة وبين البروتوكول مع المستشفيات أنها يبقى فيه تبادل ده يعني هي يعني تقدر تساعد المواطن ويبقى موجود في المستشفيات وده طبعا يعني تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس طول الوقت لأنه مهتم جدا بالمواطن وبصحة المواطن طول الوقت بينص كمان بروتوكول التعاون على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مستشفياته ووحداته المختلفة يعني مش لازم بس المستشفيات ولكن كمان الوحدات اللي بتقدم الخدمات الطبية بالمجان للحالات المرضية اللي هتحلها المؤسسة يعني مؤسسة هي اللي هتقول مثلا يعني المواطن ده محتاج شيء معين المواطن ده محتاج عملية المواطن ده محتاج الكشف عليه وهكذا وده هيبقى في إطار العمل المشترك لصالح المبادرات والأعمال الوطنية وتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وده يطام من المواطن يعني لما انت تبقى حاسس انك محتاج الخدمة هتلاقي حياة كريمة أول من يقف بجانبك تعالوا ناخد مزيد من المعلومات مع مدخلة دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان مساء الخير يا فندم على حضرتك مساء الخير فشكة تحياتي لحضرتك فندم ولمشاهدين حضرتك الكرام النهاردة الخبر بيقول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والمستشفيات بمستشفيات كافة والوحدات التابعة أيضا كلمنا عن هذا البرتقل يعني حقيقة تعلمي أن الصيد الرئيس على رأس اهتماماته هي الحياة الكريمة للمواطن المطفي حياة كريمة تشمل حياة كريمة اجتماعيا ثقاطيا صحيا ماديا كل مناحي الحياة الكريمة واحد من أهم مناحي الحياة الكريمة هي الحياة الكريمة الصحية والمستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى لمستشفيات الجامعية أحد أهم أدرع تقديم الخدمة الصحية في جمهورية مصر العربي ومؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة تهجف لتطبيق ذلك أو تطبيق توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري من خلال الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية وتكامل هذه الخدمات نحن نتكلم على خدمات حكومية من خلال المستشفات الجامعية أو المستشفات ضد صحة مؤسفات المجتمع المدني كل الجهات التي تقدم خدمة صحية من خلال المؤسفة بتستفيد المؤسفة وتنسخ كل الجهود المستشفات الجامعية فيها الأساتذة فيها الخبراء فيها العلماء فيها إمكانيات تزيد عن 42 ألف سرير بغرف العناية المركزة بالفحوصات بالأجهزة كل ده بيتم تقديمه والتنسيق من خلال المؤسفة لتقديمه للمواطن البطري الأولى بالرعاية حتى يحيى حياة كريمة صحية وزاي ما حالك قلت احنا مش بس نتكلم على المستشفات احنا كما نتكلم على الوحدات ده مراكز السموم ده مراكز علاج الإدماء ده مستشفى طب المسنين اللي موجودة في وديمة مستشفى متخصصة جدا موجودة ودي مستشفى مهمة جدا لأن المسلمين حقيقي الأولى بالرعاية في حاجات كتير دايما مستشفى صحة المرأة والطفل اللي موجودة في مستشفيات جامعة قطيوت احنا كمان نتكلم على مستشفيات تخصصية ووحدات تخصصية وحدة علاج الأمراض الجينية اللي موجودة في مستشفيات طب العين شامس مركز التميز اللي موجود فيه المركز القومي البحوت معهد بحوت أمراض العيون معهد في دورك الهارس احنا بنتكلم على تخصصات لا توجد إلا في المستشفى الجامعية الفاسدة متميزون على مستوى العالم مش بس على مستوى مرأة قدرات مكانية وتجغيلية وتجريدية على أعلى مستوى كل ذات من خلال مؤسسة حياة كريمة وستنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بيتم بتقديم حياة صحية كريمة بالمواطن المصر طيب أنا كمان عايزة تطمن أكتر على المحافظات يعني يمكن إحنا في القاهرة والمحافظات الكبيرة ما فيش مشكلة ولكن لو إحنا بنتكلم على محافظات مصر اللي هي الناس بتضطر مثلا تنزل وتروح حيبقى التعامل أيضا إزاي مع باقي المحافظات يعني إحنا نهاردة بنتكلم على المستشفى الجامعية اللي موجودة تقريبا في أكتر من 23 محافظة ولما ذكرت الحالي في بداية كلاني قلت مستشفى صحية المأة والطفل اللي موجودة في أسيوط تمام مراكز الأورام اللي منتشرة في أغلب المحافظات نحن نهاردة بنتكلم نفس ما يتم على مستوى المحافظات الكبرى بقى والسجرية والموصورة هيتم على باقي المحافظات محافظات الصعيد ومحافظات البلدة في كل المحافظات التي يوجد فيها المستشفى الجامعية نتكلم حتى من المستشفى الجامعية السابعة لجامعة الأفضل الموجودة في بميق على سبيل المتاج تمام وده كمان هيخلي المواطن مفيش بقى حالات التكدس الكبيرة لأن العملية هيكون فيها نوع من أنواع التنظيم يعني بدل ما هو الناس برضو اعتادت وهي عادة إنه هو يبقى عنده أي تعب أي ألأ في يعني أنا نازل مصر أنا نازل مصر أروح أشوف الدكتور فهو دلوقتي برعاية هذه المبادرة الكريمة من حياة كريمة ومع المستشفيات أيضا والوحدات أعتقد هتبقى فيها عملية تنظيمية أكثر وأكبر يعني يعني هو توجهات في الرئيس أنت ميش محتاج تنزل مصر مصر هي اللي موجودة جنبك وهي اللي جاية لك مصر هي اللي بتروح لك عشان تقدم لك الأولاد مصر أكيد دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أشكر حضرتك شكرا جزيلا أنا ببقى سعيدة جدا لما المواطن الآن في مصر على فكرة حتى البسطاء من أهلنا يقولك بقى عارف أن حياة كريمة دي جاءت من أجل هو يعني فالإحساس بقى أن حياة كريمة البيت والمسكن والتعليم والمدرس المتنقلة اللي هتروح والوحدات الصحية فبالتالي هو طول الوقت حاسس أنه هو في دائرة الاهتمام ولما المواطن يحسن في دائرة الاهتمام صدقوني حاجات كتير جدا حتتغير أنا متخيلة أن مصر في خلال وقت قريب جدا وأقل من سنة حنبدأ نشوف حاجات مختلفة لأنه هذه المسائل التنظيمية من مبادرات ومن اهتمام ومن التوازي اللي ما بين مؤسسات زي حياة كريمة والدولة هيعمل نوع من أنواع التنظيم هيساعد الناس بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر